في اجواء ملبدة بغيوم دخيلة على بلد طالما كان المثال والقدوة للعالم اجمع اندثرت مفاهيم عظيمة وقامت غيوم سود محملة بمزن الطائفية والمحصصة فقسم العراق على اساسها وامتهن الانسان ونهبت الثروات وتحول كل شيء الى مزاد لكل شيء في ظل سيطرة المعادلة الخاسرة في طرفيها بمدخلاتها الخاطئة ومخرجاتها العبثية المتداخلة والتي افرزت موروثا دخيلا على شعب طالما كان في مقدمة الشعوب بكل شيء جميل ومبتكر ووسط بورصات الصفقات المشبوهة والمزادات المعلنة او المخفية يباع العراق او يذبح من الوريد الى الوريد منذ امد بعيد وفي الاوقات التي يتسابق فيها الجميع في الوصول الى عرش السلطة وان كان على رقاب الملايين او فوق جماجمهم قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القرار الذي لم يتجرى على اتخاذه احد من قبل والغاية نبيلة العراق اولا واخيرا عروض وصفقات ومقايضات طرحت على طاولة الكاظمي ولما لم يجد فيها العراق رفضها جميعها وتعالى على كل المسميات والمصالح واكد انه لن يشارك في الانتخابات المقبلة ولن يدعم اي حزب او طرف او جهة سياسية على حساب الاحزاب الاخرى والغاية اجلال العراق واحترام العراقيين الكاظمي اعترف صراحة انه قد نذر نفسه لخدمة شعب العراق في اصعب مراحله الانتقالية وان اهم ادواره وحكومته التي وصفها بنتاج الازمة الاجتماعية الوصول بالبلد الى بر الامان وحمايته من المغامرات السياسية والامنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولا الى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعية لمصالح الجميع وليس منافسا سياسيا خبراء وصفوا قرار الكاظمي المنحاز للعراق والعراقيين بالصفقة الرابحة فكيف سيصفه اولئك الذين لا مشارع لهم الا الوصول الى السلطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة